يا صباح الخير والسعادة على كل مشاهدي قناة نيسات في كل مكان صباح جديد وحلقة جديدة من برنامجكم صباح ميه النهاردة حلقة يوم التلات بتاريخ ستة وعشرين سبتمبر الفين تلاتة وعشرين يارب يوم مليان بالطاقة الإيجابية والتفاؤل خليني في البداية طبعا أصبح على زميل العزيز مايكل صباح الفل يا مايكل صباح خير إني وصباح خير أعزائي المشاهدين يعني دايما بنكون مبصوصين وإحنا معاكم ويا رب النهاردة يوم يكون لطيف وسعيد على حضراتكم بنفكركم بفكرتنا أول فكرة هتكون فقرة الأخبار اللي بنعرف فيها نشاط سيادة الرئيس في الداخل والخارج وبعدين يا رمي فقرتنا التانية زي ما احنا متعودين طبعا بتكون فقرة الصحافة اللي بنحلل فيها بشكل تفصيلي مع ضفنا يعني أبرز المنشتات اللي بتعتلي أغلب الصحف المصرية وده يكون من خلال ضفنا اللي هينورنا النهاردة في الاستوديو في ديافة زميلة مايكل دكتور مدحة ترشدي الكاتب الصحفي فقرتنا الأخيرة إياه مايكل فقرتنا التالتة دي هتكون مفاجأة حاجة كده ممتعة هنتكلم فيها عن أثر مهم جدا موجود في مصر هنتكلم عن معبد كبير جدا موجود في منطقة مصر القديمة والمكان ده يعتبر مهد الحضرات النهاردة نتكلم عن المعبد اليهودي اللي اسمه عزرة اللي كان مقفول فترة كبيرة وبعدين اترممه وتجدد وده مقصد لجميع الأجانب اللي بتيجي تتفرج على هذا المعلم الجميل اللطيف وإحنا متكلم عن الأثار يا نيه حاجة ممتعة كده وأنا شايف أن كل واحد مصري بيكون فخور وبيتكلم عن الأثار حيه أنا بشوف كمان يا مايك إن إحنا لازم نسلط الدوق بشكل كبير جدا عن الأثار يعني الجيل اللي طالع الحقيقة ما عندوش أي علم بهذه الأثار ليه؟ لأن إحنا بنقول جيل السوشيال ميديا والتطور التكنولوجي نروح بقى نزور الأثار دي عشان نعرف نعرف نسلط الدوق فإحنا ده الهدف من الفقر إن إحنا طول الوقت بنسلط الدوق على مناطق وأثار ما كناش نعرف عنها أو يعني موجودة من زمان جدا والأجيال الجديدة ما تعرفش عنها حاجة فإحنا بنحاول نعرفكم إيه الأماكن دي عشان تاخدوا كده لانبهار وتروحوا تتفرجوا على طول صحيح وإحنا نتكلم عن أثار بلدنا ونتكلم عن حضارة مصر ونهاردة نتكلم عن معلم مهم جدا وهو المعبد اليهودي عزرة وبيسعدنا وشرفنا يكون موجود معنا في الستوديو مع زملتي ريني الدكتور جمال عبد الرحيم أستاذ الأثار الإسلامية والقبطية بجامعة القاهرة وعدو اللجنة الدائمة للأثار بالمجلس الأعلى للأثار نطلع فاصل وبعض الفاصل خليكم آه اشتركوا في القناة